مشاهدنا الكرام في كل مكان برحب بكم النهاردة في حلقة جديدة ومهمة جدا من حلقات برنامجنا ابن مصر النهاردة أول حلقة من حلقات برنامجنا في الموسم الثاني هنتكلم نهاردة عن موضوعين مهمين جدا أول موضوع موضوع أثار الجدل في الفترة الأخيرة على السوشال ميديا موضوع المثلية الجنسية وخصوصا بعد انتحار المثلية الجنسية أو الناشطة المثلية صار حجازي كان فيه على السوشال ميديا للأسف شباب يعني عايزين نقول تعاطف مع القضية أو تعاطف مع صار حجازي فإحنا هنا لازم قضية زي دي لازم نفصلها لازم نعرضها مهمتنا في الإعلام أن نعرض القضايا أو الظواهر المجتمعية اللي بتشغل الرأي العام عشان نعرف الصح والغلط وهو معظم شبابنا أو فيه كتير من شبابنا ما يعرفش الصح فين فهو بيمشي يعني زي ما نقول ايه أو فيه ناس برة أو فيه ناس ليها أهداف معينة أنها تاخد الشباب لأفكار معينة أو أفكار متطرفة فإحنا دورنا زي ما قلت في الإعلام نوضح الحاجات دي طيب إحنا هتكلم النهاردة في أول فقرة هنتكلم عن موضوع المثلية الجنسية طبعا وهيكون فيه مداخلات طبعا وهنعرض الموضوع كله والفقرة الثانية هنتكلم عن مشكلة بيعاني منها كتير جدا من أمهاتنا للأسف موضوع أو مرض الدوالي مرض دوالي الساقين ده كتير من أمهاتنا بيعانوا فطلة تسلم في المشي يعني حاجة صعبة جدا فإحنا لازم لازم عشان دول فئة من مجتمع المصري أو دول من أبناء مصر ودول أمهاتنا وعشان برنامجنا يسمى ابن مصر فلازم لازم أي مشاكل أو أي احتياجات تخص ابني من أبناء مصر لازم نطرح لازم نعرضها ونجيب متخصصين يقول لنا إحنا نعمل إيه طيب في الفقرة الثانية طبعا هيكون ضفنا اللي هينورنا الدكتور أحمد الدكتور أحمد عهدي تمام مصفى ده أخصائي الأمراض الدموية والكلام ده وهنعرف أكتر طبعا في الفقرة الثانية فأنا خليني أتكلم في طيب خليني أتكلم في موضوع المثلية الجنسية فيه كم كلمة أو كم موضوع كده عايز أطرهم لحضراتكم بعد موضوع صارح جازي زي ما قلت شباب كتير جدا جدا اتجه أنه غير صورة البرافايل بتاعته على السوشال ميديا على الفيس وكده يخليها علم الرنبو يعني علم الرنبو ده شعار المثليين الجنسيين طبعا دي قضية مرفوضة بتاتا مرفوضة في المجتمع المصري والمجتمع الشرقي فيه ناس بتقول دي حرية شخصية تحت بند الحريات أنا أعمل لأنا عايزه وكي تمام تعمل لأنا أنت عايزه حضرتك بس في حاجات في مبادئ مجتمعية أنت لازم تمشي عليها ماشي طيب أنت دي حرية شخصية في مجتمع الشرقي طبعا هيرفضها يعني أنا ولكن في مجتمعنا مثلا في بيتنا أو في أسرة مش هسمح بحاجة زي كده أخويا أو ابن أخويا أو أي حد من عائلتي أنه هو يبقى مثلي جنسيا طبعا ده بيبقى مرفوض رفض بات كل الأديان السماوية مش الإسلام بس بيرفض المثلية الجنسية فيعني هنتجيب طبعا لو دلوقتي لو حضراتكم حابين تعملوا مداخلات معنا وتقولوا رأيكم في موضوع المثلية الجنسية طبعا مرحب بحاجة زي كده وهنتناقش في الموضوع كله من ناقشة عامة بس نطلع فاصل بسيط كده وبعد كده نستقبل مداخلات حضراتكم سيدنا الكرام جعنا لكم تاري فقرتنا اللي بتكلم فيها عن موضوع المثلية الجنسية طيب زي ما أضفنا أنه الموضوع طبعا مرفوض رفض يعني رفض بات نحن مجتمع شرقي وإن شاء الله هيبقى فيه مداخلة معنا الدكتورة ريهام عبد الرحمن استشاري العلاقات الأسرية والتطوير ذاتي ماجستير الصحة النفسية جماعةين شمس هي معنا هلو هلو دكتورة ريهام عنا أيوة صندق مع حضرتك أهلا بك يا دكتورة ريهام أهلا وسهلا بحضرتك طيب دكتور عايزين نعرف تحقيبك عن ظهرية المثلية الجنسية الحقيقة زي ما تفضلت حضرتك شاكر يعني أنه المثلية الجنسية سلوك مزموم يعني بيزمه جميع الأبيان السماوية يعني أمر لا يرتضيه لدين ولا أي علاقة إنسانية بالضبط ولكن يعني علشان نتكلم عن المثلية الجنسية هي اتراف في الهوية الجنسية إنسان بيميل لنفس نوع جنسه يعني مش بيميل لنوع مغير من الجنس الآخر لكن لنفس نوع الجنس والحقيقة فيه أسباب كتير جدا يعني بتخلي الإنسان يميل لهذا النوع من الشذوذ الأخلاقي أو الشذوذ في العلاقات مع الآخرين وإن كان إحنا مش يعني مش مبرر الأسباب ما فيش مبرر لهذه الأسباب لكن فيه أسباب بنقول لأولياء الأمور أو للأسر خلوا بالكم منها بتكون موجودة خلال التربية منها مثلا تعرض الطفل للاعتداء الجنسي وهو طفل صغير أو في عمر صغير لأن كتير من أولياء الأمور للأسف بيكون فيه عندهم ثقة زيدة في الآخرين يقول لك فلان ده صديق الأسرة من 15 سنة أو فلانة دي صديقة الأسرة ممكن أخلي ابني معاها الفكرة أنه مهما ظهر علامات الثقة على الآخرين المفروض أن أنا ما سبشي أولادي معاهم لأن الطفل هو صغير لما بيتعرض للاعتداء الجنسي أول شيء بيصاب بالهلع والصدمة لكن بعد كده بيبدأ الأمر يعتاد عليه خاصة وإن كان المجرم اللي بيعتدي عليه جنسيا بيشوف أنه هو إما أنه هو يكون ذكي أو مجرم يعني بيهدده أنه هو لو قال لبابا ومامته هو ممكن يعمله حاجة فالطفل بيصدق وطبعا مع وجود عدم الأمان والثقة داخل الأسرة ما بيقولش أو بيحكي الوضع يعني حضرتك شايف أن احنا نقرب أكتر من أبنائنا ونبعد عنهم يعني ما نخلهمش يتخلطوا مثلا بإيه أو يختلطوا بأشخاص حتى لو كانوا قريبين صحي كده؟ نعم بالفعل البعد عن الإختلاط الزائد عن اللزوم طيب حضرتك من رأيك السوشيال ميديا أو الفيسبوك يعني بيساعد في انتشار زواهر زي ظاهرة المثلات الجنسية؟ طبعا بالطبع لأن الوسائل التواصل الاجتماعي للأسف الشديد على قد ما هي لها مميزات لها عيوب من ضمن عيوبها أن الأصحاب هذا النوع من الخلق الزميم بيجدوا فيها مساحة أن هم يتعرفوا على بعض يعني بيلاقي أن الشخص اللي عنده شذوس جنسي بيروح على وسائل التواصل الاجتماعي يشوف الأشخاص اللي شبهوا في هذا الخلق الزميم بالإضافة كمان أنه للأسف وسائل التواصل حاليا بدأت تدي الموضوع نوع من أنواع الحرية الشخصية أو كأن الأمر مستفاد فدي النقطة اللي عايزة أقول لحضرتك عليها طب الحرية الشخصية من وجهة نظرك أو من وجهة نظر علم النفس إزاي؟ يعني ممكن توضحيلي الحرية الشخصية من تفضلي الحقيقة أن الحرية الشخصية هي كل حرية أو الحرية عمتة يعني آه الحرية اللي لا يجرمها الأديان ربنا سبحانه وتعالى يجرم مثل هذه الحريات وآيات عديدة في القرآن بتؤكد على تجرمها يعني يكفي قول الله عز وجل فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون صدق الله العظيم يعني مفيش أصعب من أن الإنسان يظلم نفسه بالإضافة كمان أنه لو فكر الإنسان في الحرية الحرية معناها الراحة والسعادة وأي شعور مغاير للفطرة الإنسانية بيولد عند الإنسان الخوف والألأ والتوتر حتى الخوف من نظرة الناس يعني إزاي تكون علاقة طبيعية وهي علاقة ما فيهاش تكاثر أو تناسل أو إصلاح في المجتمع جميل طيب آه يعني علاقة حضرتك شايفة المسلية الجنسية ده بيكون مرض نفسي ولا دافع يعني دوافع شخصية يعني هو ده مرض نفسي لو احنا هنصنفه مرض نفسي ولا دوافع شخصية هي فيه دراسات قالت أنه هي دوافع شخصية وفيه دراسات أخرى قالت أنه هو مرض نفسي لكن أنا بشوف أنه هي مرض نفسي نتيجة لخلل في الشخصية واضطراب في الهوية الجنسية بالإضافة للاضطراب في التربية في النفسية نفسها آه فمفيش دوافع تدفع الإنسان لفعل الشذوذ يعني ممكن المجرم في بعض القضايا ممكن نقول فيه دوافع دفعته للجريمة ولكن مثل هذا الفعل الشاذ ملهوش دوافع أبدا لكن هو مرض نفسي آه علشان نعالجه لازم أول شيء الانسان الشاذ جنسيا يعترف أنه هو مرض وأنه هو مريض وحابب يتعالج ده أول شيء طيب يا دكتور أستأذنك تخليك معي على الهوى تمام هنستقبل المكالمة دكتور عبد العزيز النجار أحد علماء الأظهر هو معي نعم أهلا وسهلا بحضرتك نورتنا والله في البرنامج طيب حضرتك لو حابين نعرف المثلية الجنسية الدين بيشوفها إزاي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لهذا الأمر في الدين وفي القانون وفي الشرع سواء كانت في الدنيا أو في الآخرة هي عقوبة قوية وراضعة حتى يعني لا تسول لأحد أن يقوم بمثل هذا الأمر هذه من الأمور ربما تكون الوافدة ربما تكون المقصود بها هدم قيم وثوابت المجتمعات العربية والمجتمعات الشرقية والإسلامية لأن هذا حتى في الكتاب المقدس المسيحية في الإسلام هو محرم في جميع الأديان وعندنا في القرآن الكريم آيات كثيرة يعني منها أتأتون الزكران من العالمين وآية أخرى وتظرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون يعني هناك آيات كثيرة تحرم ذلك لأنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون هناك آيات كثيرة في القرآن تحرم ذلك وفي الإسلام وتشدد على الرقوبة ولم نجد أبدا في أي دين من الأديان أو في أي عصر من العصور من يجعل هذا الأمر أمرا مباحا أو أنه حرية شخصية لأنه يتعارض مع الفطرة الإنسانية ويتعارض مع الحكمة من خلق الإنسان الذي سيعمر الأرض ويعمر القاون وبالتالي لا يتحقق هذا عندما يكون الزواج بين رجل ورجل أو بين فتاة وفتاة أمرأة وإمرأة لا يتحقق ذلك وبالتالي هذا مخالف تماما بخلال الأضرار النفسية والصحية يا فضلت الشيخ لو في بعض منهم اللي هم المثلين الجنسيين بيقولوا احنا عايزين حقوق معينة تحت بند الحريات فانت شايف الحرية من وجهة نظر الأديان السماوية وخصوصا للإسلام الحرية دائما تكون حرية مقيدة وليس لأحد من البشر حرية مطلقة يفعل ما يشاء لأن جسد الإنسان ليس ملك الله بل هو ملك لله عز وجل الذي خلقاه والذي يعني بيده ونفق فيه من روحي وانتدى له الملائكة إلى آخر ذلك فهذا الجسد ليس ملك له بل هو ملك للخالق جل فعلا وبالتالي القالق هو الذي حدد استخدامات كل عضو من أعضاء الجسد وهو الذي قال أن هناك أمور مباحة وأمور غير مباحة وهو اللي بين الحكمة من خلق الإنسان والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تقفروا تناسلوا فإني مباحة بكم الأمم يوم القيامة وبالتالي مثل هذه الأمور لا يمكن أبدا أن تحقق التناسل بل أنها لها مفاسد كبيرة جدا جدا على المجتمع فيها ظلم ربما للمرأة عندما يعني يستغني الشباب بعضهم ببعض عن النساء وبالتالي لابد أن يعلم الشباب ويعلم هؤلاء أن هذه ليست صرية بل هي مخالفة شرعية بل هذا زنة بل هذا الواض كل ما شئت من المفاسد إنما ليست صرية تماما يعني طيب يا دكتور أو يا فضلت الشيخ حضرك لو في حد من الأسرة اتصدم بأنه مثلا أب أو أمه اتصدم بأنه ابنه مثل الجنسية فالتعامل بتاعه هي وقى إزاي؟ أو نتعامل معاه إزاي؟ الأمور تحتاج منا لا تنظروا في ظنوب الناس على أنكم أرباب لا تخطؤون ولكن الأمور تحتاج إلى حكمة وتحتاج إلى وعي وتحتاج إلى فهم عصب الفكرة أنه بعد إن مجتمعنا شرقي فبيقابل قضية زي دي بالرفض فأهم حضرتك؟ وممكن الترضي من البيت لا هو بالتأكيد كلنا نرفض هذا الأمر الأسرة لو اكتشفت حاجة زي كده فهي بتطرد ابنها من البيت فهو ده ممكن بيسبب لها فهو عندما نطرده من البيت فاحنا نسلمه للشياطين الإنس وشياطين الجن ولم نعالج القضية ولكن الأمور تحتاج إلى حكمة وتحتاج إلى ذكاء وفطنة وتربية النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء له شاب وقال له يا رسول الله إيه ذا اللي تدنا وده حديث أبي أمامة المشهور فالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينهره بل الصحابة هموا ليقتلوه فقال ماه وأمرهم أن يتقوه وقال تقربوه مني تقربه أبو أمامة راوي الحديث وأبناه من النبي صلى الله عليه وسلم وأجلسه بجواره ولم ينفز عن النبي صلى الله عليه وسلم كما يعني هلع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عندما سمعوا الشاب ويقولوا أبح لي الزنا وإحنا عارفين برضو أن المثالية هي نوع من أنواع الزنا ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخذه بالحكمة وأخذه بالحوار حتى أن الشاب خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم وليس هناك شيء أبغض إليه من مثل هذا الفعل خلاص كرهوا وأبغضه وخلاصه ما عدش بكرى حاجة في الدنيا أده لو أن النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوه اتردوه ونهره لظل هذا الشاب على ما هو عليه ياخد أنت الشيخ فضل إذن لابد أن احنا أولادنا نخدهم في حضننا ونطبطب عليهم ونكلمهم بالعقل والحكمة ونبين لهم المفاسد الأخلاقية والمفاسد الصحية والمفاسد الدينية ويكون الأمر في مناقشة ونساعدهم ونأخذ بأيديهم إلى العلاق ولا نزيع هذا الأمر حتى لأن نسبب لهم بعض المشاكل النفسية طيب أستغل أن حضرتك معايا أحد علماء الأظهر معايد الوقت على الهوى وانتقل معاك لنقطة تانية برضو النقطة تي أصارت جدل على السوشيال ميديا لفترة الأخيرة ونقطة التحرش اللي هو أنه لبس المرأة مش سبب التحرش ومطلوب من الرجل أو من الشاب أنه يغض بصره فحضرتك توضح لنا النقطة دي بالزبط عشان حصل عليها جدل كبير جدا على السوشيال ميديا لفترة الأخيرة وفي أحد علماء الأظهر على رأيه فهو ده اللي أصار البلبلة دي فحضرتك توضح لنا هو الإسلام لا يمكن أبدا لا يمكن أبدا أن نقول أن التحرش بأنواعه سواء كان التحرش باللف أو بالفعل لأن ميادين التحرش الآن صارت ميادين واسعة وربما أن يكون هناك تحرش أيضا بالأكتروني اليوم بخلاف الصابق يعني ممكن تلاقي حد في القاهرة بيتحرش بحد أمريكا أو العكس يعني ما حدش هناك تواصل بين الناس وده اللي بنسميه احنا دلوقتي التحرش إلكتروني عن طريق مواقع التواصل اللي ما بيسموها مواقع التواصل الاجتماعي اللي مفروض هي بتأدي خدمة مجتمعية لكن للأسف يستغلها البعض في مثل هذه الأمور وأمور سيئة جدا جدا لا يمكن أبدا نقول أن فعل أن زي المرأة مع أن المرأة مأمورة أن تسطر عورتها وأن تقرق في حشمة إلا أنها لو خرجت حتى يعني هاب إنها مش مسلمة هاب إنها ليست لها ديانة وده لبسها وأنا مش خاطر أكبرها على ذلك فالله عز وجل خلق لنا عينين وخلق لهم غطائين فإن دهما الإنسان يرى ما يغضب الله عز وجل يسدل الغطائين على عيني فلا يرى شيء لما نيجي نشوف في النهاردة المرأة المنتخدة ونجد أن هناك من يتحرش بها بالفعل فهنقول إيه نقول بتحرش بها عشان منتقبة تخلع طب يعني حضرتك كنت أكيد يعني عايز توضح أنه لبس المرأة مش سبب من أسباب التحرش لا 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 بالتأكيد هو مش سبب ولكن الأسباب تعود إلى الأشخاص لأنه قد يكون طب معلش حضرتك أقطعك أقول لك رأي أقول لك رأي الناس في الشارع أنا بتكلم مع ناس في الشارع طب هي لما تيجي مثلا بنت لبس لبس خارجي ما هي كده هتجبرني أني أنا هبص عليها أو أني أنا مثلا ممكن أنا مش مش شاب متعلم مش مثقف مش دارب بديني ممكن فهي أصلا هي بتسبب في كده يعني هي لها سبب في كده حضرتك ترد عليه تقول له إيه طيب حضرتك عندما تتحرش امرأة برجل تتحرش به عشان لبس إيه مهم فضل مش بتحرش رجل بمرأة بقصة سيدنا يوسف مش دي تعتبر امرأة العزيز مش تحرشت تعتبر بس عايز أقول لحضرتك أنه الإثارات الجسدية في المرأة بتبقى يعني مصيرة أكتر حضرتك يا أمني لابد أن نتفق أن التحرش أو غيرك نحن في مجتمع شرق يعني يا أستاذ الفاضل التحرش من الجنسي عندما تنظر إلى القضية انظر لها من جميع جوانبها ما تاخد شلاطة واحدة وتقف عندها ونقف عندها ونقول دي سبب من الأسباب أو دي كل الأسباب أقول لك لا لأنها مرقود عليها طيب الأخرى دي هي ملتزمة ومتحشمة لماذا تحرش بها الأخرون ولماذا تتحرش بها بعض الشباب ولو رجبت موصلت لأوم الحمام ولو مشت في الشارع تنين ناس طيب خلي المهار دا قد يكون التحرش بالأطفال طيب رجل يتحرش بطفل أستأذنك يا فضلت الشيخ خليك معايا بس ومعايا دكتورة ريهام يا دكتور طيب عايزين برضو نقش موضوع التحرش دا من وجهة نظر علم النفس نعم تمام حضرتك شايفها ازاي شايفها انه المتحرش لبس المرأة زي ما اضاف الدكتور او فضلت الشيخ لبس المرأة دا سبب من الاسباب ولا انت شايف الموضوع ازاي من علم النفسي طبعا يعني بضم صوتي لصوت مولانا فضلت الشيخ دكتور عبد العزيز لان الحقيقة ان الرقية او الاناقة بتاعت مثلا العشور الماضية كان فيه المرأة بتلبس فيها لبس ما هو وفي احتفال وانا اجتاها زي حضرتك في النقطة دي انا لا اقصد الرقية انا اقصد فيه لبس بيكون خارج عن الضوابط اللي عامة او ان احنا مجتمع شرقي بيرفض حاجة انها بنت تلبس يعني زي ما قلنا انه حريات زي ما اضاف الدكتور شيخ انه الحريات مقيدة ان احنا مجتمع شرقي حضرتك اللبس الخارج عن الحدود ده شيء امر مرفوض في جميع الاديان يعني فكرة انه الانتا ما يكونش لبس الا اللبس اللي هو اللي فيه عري وفيه خلاعة وحاجات كده زي الاعلام الفاسد اللي هو مثلا احيانا بعض المسلسلات اللي بيبقى فيها بعض المشاهد العرية هي اللي بتدي للانسان انطباع بطبيعة التحرش او وجود التحرش ده شيء عادي او سلوك عادي اه طبعا فلازم يكون فيه توعية من جانب الاسرة فكرة التربية السوية للاولاد استأذنك يا دكتور رسالة اخيرة تواجهة في موضوع التحرش وموضوع المسلية لشبابنا في موضوع التحرش طبعا كل الاديان السماوية يعني ما فردتش موضوع التحرش وده حاجة يعني كل الاديان بترفضه بالاضافة كمان لدورس الاسرة في توعية اولادها بان هما يكونوا اهل شهامة ونخوة حتى في وجودهم في الشارع بالنسبة للمسلية الجنسية هو سلوك مزمون ومرفوض تماما لا احد يقبل به بالمرة وضرورة الاسرة في توعية اولادها بطبيعة المتحرشين وازاي ان هما يتعاملوا معاهم بالاضافة لتوعية الاولاد ان هما يمرسوا بعض الرياضيات اللي يقدروا من خلالها الدفاع عن الناس بشكرك جدا يا دكتور على الاضافة الجميلة دي ونرجع لفضيلة الشيخ حراك معايا نعم طيب حراك لو هتوجه رسالة اخيرة لابناءها طبعا زي ما اضافت الدكتور في موضوع التحرش وموضوع المسلية الجنسية اولا بداية اقول لكل شاب ولكل انسان لابد ان نغير هذه النظرة الى المرأة النظرة يعني التي يعني الشهوية التي ينظر فيها المرأة على انها للمتعة وفقط ولابد يعلم كل انسان ان المرأة يتؤدي دور في المجتمع مثلها مثل الرجل تماما ولابد ان تختلف هذه النظرة وهذا يحتاج مننا الى جهد كبير ويحتاج الى الاعلام ويحتاج الى التعليم ويحتاج الى الاسرة لابد ان يكون هناك تكاتف حتى نغير نظرة المجتمع عن المرأة وبالتالي نستطيع ان نقلل من قضية التحرش طيب بشكرك جدا يا فضلتي الشيخ شكرا وانرت بشكرك جدا مشاهدين الكرام يا رب يعني انكون وضحنا مشكلة التحرش وظاهرة المثلية الجنسية طبعا زي ما اضافت الدكتورة وزي ما اضاف فضلتي الشيخ احنا جبنا لكم الموضوع من الجانب الديني او رأي الدين في الموضوع ورأي علم النفس او رأي العقلاني فالتنين زي ما شفتوا حضراتكم رافضين يعني رافضين المبدأ بتاتن رافض مبدوع التحرش ورافض برضو رافض مبدأ او ظاهرة المثلية الجنسية طيب مشاهدين الكرام نطلع فاصل وبعد الفاصل هنروح للفاقرة التانية الفاقرة اللي ما تقلش اهمية عن الموضوع ده فاقرة الدوالي الدوالي او دوالي الساقين اللي بيعاني منه ناس كتير وخصوصا امهاتنا فاصل ما ترحوش بعيد ترجمة نانسي قنقر